السلام عليكم يا رب تكونوا كويسين وبخير نظراً للتفسيرات الكتيرة قوي اللي تقلت عن قصة الجسد اللي ألقى على كرسي عرش النبي الله سليمان حبّة في الفيديو ده أتكلم معاكوا بأسلوب بسيط عن الموضوع بأدلة طبعاً تثبت صحة كلامي ومن القرآن الكريم كمان هاستخدم آيات محكامة واضحة مفهوم من الجاهل قبل العالم ولكن قبل ما ندخل في موضوعنا عاوزين نتكلم عن حدث مهم جداً بيمهد للقصة بتاعتنا وهو إن كان في عرض للخيول قدام نبي الله سليمان زي العروض العسكرية كده وفجأة أثناء العرض افتكر إن فاتته صلاة من الصلاوات اللي بنصليها لربنا وقال إن عرض الخيول ده هو اللي نستني الصلاة ورح قطع رقاب الخيول وسقنه وكانت نتيجة اللي عمله سليمان هو نزع ملكه منه ولكن الزنب اللي كان السبب في نزع ملك سليمان مش إنه فوت الصلاة لكن ربنا نزع منه ملكه عشان هو حاسب أنفس ملهاش زنب اللي هم الخيول بسبب زنب هو عمله طيب دلوقتي بقى هنقدر ندخل في القصة بتاعتنا بتاعت الجسد اللي تم إلقاؤه على كرسي سليمان أولاً لازم نعرف إيه هو معنى كلمة جسد في القرآن الجسد بيطلق على هيكل الإنسان اللي زي ما ربنا وصف لا يأكل الطعام بس دا مش إنسان حقيقي زينا بيأكل ويشرب لكن من أوصف الجسد في القرآن إن أوقات بيكون ملك متجسد في هيئة بشر عشان ربنا بعته في مهمة معينة للأرض زي مثلاً سيدنا جبريل لما تمثل بشراً سوياً للسيدة مريم وهو بيبشرها برسول الله عيسى وزي الملائكة اللي راح يبشر سيدنا إبراهيم بسيدنا إسحاق في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاماً قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنيداً فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأفتو إن الملائكة مش بيكلوا الطعام وكمان بيأكد الكلام دا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ربنا لما بيرسل ملك للأرض معظم الوقت لازم يخلي الملك يتجسد لبشر سوي لأن الملائكة مش بتظهر للناس بهيئتها الملائكية الضخمة رغم أن سيدنا محمد شاف جبريل في هيئته الملائكية الضخمة وقت الإسراء والمعراج المهم لازم الملائكة تتمست في سورة إنسان سوي ولابس زي ما الناس بتلبس كمان لكن بيكون ما عندوش خصائص الإنسان اللي هي زي إنه يشرب وياكل وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناهم ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون صدق الله العظيم وفي نوع كمان من الجسد وهو اللي بيكون بلا روح زي الجسد اللي ربنا خلقوا بقدرته واتصلب بدل المسيح عيسى بن مريم واللي شبه لبني إسرائيل إنه عيسى بن مريم لكنه كان مجرد جسد بلا روح ومش دايما الناس بتقول إن في إنسان هو اللي أخد مكان سيدنا عيسى واتصلب لكن الحقيقة إن اللي تصلب هو جسد بلا روح شبيه للمسيح عيسى بن مريم خلقوا ربنا بقدرته وهو هو نفس المثال للجسد اللي ألقى على كرسي عاش سليمان هو جسد ربنا خلقوا بقدرته وما فيهوش روح طيب نرجع لقصتنا مرة تالتة ربنا عشان يعاقب سليمان نبي الله على اللي عمله ألقى بقدرته على الكرسي بتاعه جسد شبه سليمان بالضبط ومش بس كده دخل الحرس لما يشوفه سليمان عليه الصلاة والسلام يشوفه على غير هيئته يعني يشوفه واحد تاني فلما سليمان يحب يدخل لملكه الحرس يبنعه لأنهم شايفين الجسد اللي شبه سليمان قاعد على العرش جوه فاتمنع سليمان عليه الصلاة والسلام من الدخول لمقامه وبقى ولا عنده جيش ولا عنده ملك لكن في النهاية أدرك نبي الله سليمان خطأه واستغفر لزمه ومش بس كده لأ وكمان طلب من ربنا أن يوهبه ملك أكبر من اللي كان عنده فربنا أرحم الراحمين اللي بيقبل الطوبة من جميع عباده مهما عمله غفر له وتقبل طوبته وفعلا وهاب له ملك محدش من قريب يورسه من بعده زي ما سليمان عليه الصلاة والسلام طلب يعني لا طلع في خاتم سليمان ولا في سمك ولا أي حاجة من الخرافات والأساطير اللي تقلت عليه دي ومن أهم الحاجات اللي نتعلمها من قصة الجسد إن مهما الوحد أخطأ وأزنب وعمل كوارث لو بس تاب لربنا بجد وندم على اللي عمل واستغفر زنوبه ربنا هيغفر له وهيسامحه وهيقبل طوبته كأنه ما أزنبش بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم وبكده تكون خلصة حكاية الجسد اللي قلقى على كرسي عرش سليمان بالأدلة من آية القرآن المحكمة ربنا قدرت أوصل لكم معلومة باللي تعلبتم ببيانات الإمام ناصر محمد اليمان وهنسيب لكم لينك للبيانات اللي تتكلم عن موضوعنا تحت الفيديو والسلام عليكم